اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي واحدة من افضل اللقطات المجادلة فكر المجادلة قد سمع الله قول التي تجادل ربنا بيتصنط على واحد لا مش دي هي فيها وسط المجادلة في آية كده غريبة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُوا الرَّسُولِ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم بعدين أنا جاي اللي بعدها بس مش هقولها لك ما هو إحنا هي قصة المصباح تاني يعني صدقني أنا ما عنديش أي إحساس بالكرهية المحمد أنا حاسس بإنسان مسكين مسكين فقير تزوج متأخر تزوج واحدة كبيرة فهو كان عنده كذا عقدة كان عنده عقدة الجنس اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن إيه عايزة تجوز دي واتجوز دي وقفاء الله عليك ومن امرأة موهبة نفسها للنبي ويستخدم القرآن ويستخدم القرآن يحك المصباح يطلع الآية اللي هي عايزة فهو كان بيستخدم المصباح بتاع القرآن دوان عشان الجنس والسلطة والمال هتلاقي دايماً الآيات اللي هي بتحاول تبرر له إزاي يوصل للتلاتة دول يقول أنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم والله يعني مش تروحوا لله مباشرة لا اتبعوني لازم يمروا من خلاله يعني إيه جعل الله مطيته إلى السلطة والمال والجنس لأنه كان محروم منهم هو كان نفسه حد يعترف به حد يدي له سلطة حد مال فقير هو طول عمره ومش لاقي فطبعاً القرآن جاه عايز عايز خمس الغنائم ينزل آية وياخد لنفسه خمس الغنائم بدل ما يقسم بقى مع العالم دي كلها هو وربنا هو وربنا هو بيقسم مع ربنا هو بيقسم مع ربنا فجاة هي دي بالضبط كده عايزين تيجوا تتناقشوا مع الرسول يعني قدموا عايزين تسألوه عايزين تسألوه على حاجة مش بيبلاش في ضريبة اه ادفع كده لإيه اه زي انت عارف زي الهوت لاين اللي انت لما تتصل بالهوت لاين يحسب عليك أوتوماتيك كده او بتكون أسعار أسعار غالية غالية على فكرة عاملين ها دلوقتي الشيوخ حتى للفتوى اه بالضبط بالضبط هي نفس الفكرة يعني انه هو ايه انت مش حتى تيجي كده عند رسول الله وتيجي في ايدك فضية لازم تدفع يعني كيسيو ستفندي اه شوية بلح او صدقة اه ومسميها صدقة بقى صدقة لا اقول ايه دالكم ايه اه دالكم خير لكم وأطهر يطهركم اه طبعا ادفع تاكس تطهرك هو زي ما قلت لك الشيوخ اللي بي كده ولا ادفعي بنتي كده وانا هتطلع لك من الجن وحعملك مش عالف ايه وبتاع والحسد وعملك البتاع نفس الفكرة طب ايه اللي حصل اللي حصل طرقعولو اه ايه طرقعولو طرقعولو بالمصر يعني ما جابوش ما فيش صدقة فقدو ما يجوش أصل مش عايزين مش عايزين نيسأل اه انا بسميه كوشن تاكس اللي هي دريبة السؤال اه عايز تدفع دريبة على السؤال هو انا رسول ببلاش بس كان فيهم واحد مش عاكر مين فيهم اللي هو الوحيد اللي التزم بالموضوع دو علي اه علي 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 انا عندي الحديث اللي بيشرحها عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه اية من كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعد دي نزل دي تعفى ما انا قلت لك تعفى يعني هي في حد واحد تخيل ربنا منزل آية وفي يعني مواصلات اه وجبريل رايح وجبريل رايح وفي تعب ومش عارف ايه وما عملش بها حد ده ما يعتبرش فشل لا هو بيعمل لها تيستنج ما هو بنزل الآية كده يعمل لها اختبار يشوفها على الارض الواقع هتعمل ايه ما جابتش ما جابتش يسيبها وينسخ فعلي بيقول ما فيش حد عمل بها احد قبلي وما فيش حد هيعمل بها بعد لانه هنشوف تنسخ كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم راح صرف فكنت اذا جئت الى النبي تصدقت بدرهم كل ما جل عنده اه تفضل درهم فنسخت فلم يعمل بها احد قبلي يا ايوه الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدق فنزلت اللي بعدها بقى اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقموا الصلاة وقاتوا استكدوا واطعوا الله ورسوله والله وخبرهم بما كحل ما هو عملها مع ربنا فهو يعمدوا العالم جلدا ولا الهوى ولا فيش وبيدفعوش تبني ما تباينش بصراحة بيني وبينك يعني لو انا بقرأ هذا الحكاية كلها ما حدش بتوقف ما حدش بتوقف هو بيقراها كده وخلاص تقدموا بين يدينا جواكم صدق او ما بيفكرش بيجود اه بيكلموا خلاص ومشاهد فيه وبعدين في الاخر ان الله غفور رحيم بتروح واكلة الآية ولعلكم تعقلون في حاجة ما لاش علاقة بالعقل خالص تروح واكلة الآية هو كده قدموا بين يدينا جواكم صدق اه ادفعو لما ما نجحتش بلاش صلوا وزكوا ده مش ايه ده ده مش مصباح يعني ده مصباح ما اشتغلش مرة دي المصباح ما زبطش هو الدواخل بتاعة النبي بتبان في القرآن جدا رغم انه هو اسمه ما ببانش كتير بس دايما تلاقي العوالمه الداخلية دي ايه اللي بيدور في مخاطر عايز عايز مصلحة ومكسوف عايز قرشين ما فيه اوقات ما فيش حروق هو مش عايش ما هو ما عندهش وظيفة من تركز في دي لازم يبقى فيه حرب وسبايا وبتاع عشان خطر يبقى له دخل خاص به لو ما فيش فهو لازم يشوف اي سبوبة بيسمه فهدي كتسبوبة وما مشيتش بس مره اللي فاتت انت كسفتني قوي هو بوس محمد وقال لهم السؤال مش ببلاش احنا نعمل فيديو ببلاش لا بس انت عارف انت اللي انا كنت بتخيله بقى ان حد يروح جاي بصدقة وروح دفع للنبي وروح سأل النبي سؤال يرد عليها يقول له يا ايه اللذين اعملوا لا تسألوا عن أشياء انتم دا لكم تسوقوا ويروح به ويروح عليه الدرهم ببلاش طب احنا نعمل فيديو ببلاش ما اذا حبوا يشوفوا الفيديو يدفعوا شيرز ولايكات ذلك أطهر وخيرهم لهم وأطهر وأطهر ايه رأيك ماشي النهاردة ولو ما مشيتش اه الحلقة الجاي ننسخ فإلا امتو شيروا ف اه اشفقتم اشفقتم امتو شيروا اه خلاص يعني ما هي سهلة امور سهلة ماذا بتعقد الأمور طيب ما تدفعوا لايكات و شيرز وشفقون مارجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة